انخفض احتياطي الصين من العمولات الأجنبية بشكل طفيف في نهاية يناير مقارنة مع ما كان عليه في ديسمبر من عام 2021 وقال منظم سوق العمولات الأجنبية فوركس في الصين أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 3.22 تريليون دولار أمريكي في الشهر الماضي وهذا أقل بنحو 28 مليار و 500 مليون دولار مقارنة مع ما كان عليه في نهاية عام 2021 ويرى الفوركس أن بيئة العرض والطلب متوازنة نسبيا في أسواق العمولات الأجنبية وكان الانخفاض الطفيف لاحتياطيات العمولات الأجنبية في الصين ناجما عن ارتفاع الدولار الأمريكي قبل تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي